اشتركوا في القناة ينتمي الفنان الراحل عامر مونيب لأسرة فنية حيث ان جدته هي الفنانة الراحلة ماري مونيب والتي اعتادت ان تصطحب حفيدها لمسرح نجيب الرحاني لمشاهدة اعمالها واستمرت في ذلك حتى وفاتها عام 1969 بينما كان الطفل الصغير لم يتم عامه السادس نجحت الفنانة ماري مونيب في زرع حب الفن بقلب حفيدها والذي لا يعلمه الكاثرون ان الفنان عامر مونيب دخل الوسط الفني عن طريق الصدفة في عام 1987 كان عامر مونيب يستعد للسفر الى استراليا للحصول على الدكتوراه والعمل والاستقرار هناك ولكن قبل السفر اجتمع مع اصدقائه لتناول وجبة الصحور باحدى الفنادق وتودعهم وتصادف وجود بعض الفنانين القبار بالفندق مثل الفنان الكبير محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة والفنان الراحل نوري الشريف وزوجته الفنانة بوسي والفنان الكبير الراحل فاروق الفشاوي والموسيقر حلم بكر ليقدم عامر مونيب احدى اغنيات الراحل محمد عبد الوهاب ليلفت انتباه الملحن الكبير حلم بكر الذي لم يكن يعلم انه حفيد الفنانة الرحيلة ماني مونيب ويقنعه بعدم السفر والبحث عن مستقبله الفني في مصر بدأ عامر مونيب في حضور دروس العود مع الموسيقى للملحن الشهير عاطف عبد الحميد وتعلم على يده العصف على آلة العود كما تعلم لاحقا البيانو وبعد ذلك قام بتقوين فرقة موسيقية خاصة به قدم من خلالها العديد والعديد من اغنيات الفنان الراحل العندليب عبد الحلم حافز اما عن حياته الشخصية فقد تزوج الفنان الراحل عامر مونيب مرة واحدة من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى ايمان الالفي وانجب منها سلاس بنات زينة ونور ومريم حيث اطلق عليه في الوسط الفني ابو البنات لا يمكن وصف مشوار الفنان عامر مونيب السينمائي بغير الناجح ولكنه لم يحقق بافلامه نفس رد الفعل الذي حصل عليه اقرانه مثل الفنان محمد فؤاد ومصطفى امر قدم الفنان عامر مونيب للسينما اربع افلام هي سحر العيون عام 2002 كيمو وانتيمو عام 2004 الغواص 2006 كامل الاوصاف 2006 كما طرح الفنان الراحل اقصر من 12 البوم غنائي خلال مشواره الفني توفي الفنان الراحل عامر مونيب صباح يوم السبت في 26 نوفمبر عام 2011 بمستشفى دار الفؤاد عن عمر ناهز 48 عام بعد صراع طويل استمر عامين مع مرض سرطان القولون ترك الفنان عامر مونيب قبل وفاته وصية غريبة لزوجته السيدة ايمان الالفي حيث طلبها بعدم السمح لشقيقته امينة بحضور جنسته او اخذ العزاء فيه الا بعد ان تتوب الى الله وترد الاموال التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصر لتحافظ على اسم عائلتها المحترمة وذلك بعد ان تورتت امينة مونيب في اربع قضايا نصب لاستلقها على اقصر من 20 مليون دولار بعد مرور ما يقرب من شهر على وفاة المطرب عامل مونير القت الشرطة المصرية القبضة على شقيقته امينة بعد هروبها لمدة ثلاث سنوات من احكام قضائية بتهمة النصب على مجموعة من الامراء والاسرياء العرب ورجال الاعمال المصريين امينة محمد بديع مونيب والتي قلقي القبض عليها بمنطقة المعمورة في الاسكندرية كشفت التحريات انها منتحلة اسم مونة محمود واستطاع رجال الامن العام تحت اشراف اللوى شريف الروبي رئيس تنفيذ الاحكام بالاسكندرية بالقبض عليها تفاصيل القضية تعود الى عام 2009 حيث قامت امينة بالنصب على مهندس اتصالات اثناء توجدها بدبي حيث ادعت انها مفوضة من الحكومة القطرية ببيح حصتها في الغاز واستطاعت وقتها ان تحصل منه على مبلغ 680 الف دولار امريكي وقامت باصدار شيك بنكي مسحوب على بنك دبي الوطني بلا رصيد ثم قامت امينة بالاستلاء على مبلغ 900 الف دولار من المدهو سمير انتوان جيرجس كما اقام ضدها رجل اعمال سعودي دعوة يتهمها فيها بالنصب عليه والاستلاء منه على مبلغ مليون وخمسمائة الف دولار كما ان هناك حكمان قضائيان نهائيان بست سنوات لصالح سيدة اعمال وشقيقتها قامت المتهمة بالاستلاء منهم على مجوهرات ولم تكن بسداد سمنها اشتركوا في القناة